ثلاث نساء من المكون الكردي في شمال وشرق سوريا لكل واحدة منهن قصة مختلفة فقد تعرضنا للكثير من المآسي والأحداث التي لا يمكن أن تنسى أثناء الحرب الدائرة على الأراضي السورية منذ تسعة أعوام تسعى كل واحدة منهن وتعمل لتأمين حياة حرة سلمية وآمنة على أراضي وطنها ومن أجل المحافظة على سلامة وأمان الأرض والمجتمع والأطفال يعرضنا حياتهن للخطر ويقمنا بإزالة الألغام وبقايا الحرب التي خلفتها مرتزقة داعش مونة بشير خليل من حي المفتي بمقاطعة الحسكة تبلغ من العمر 22 عاما أوضحت مونة خليل إنها خضعت للكثير من التدريبات قبل بدء العمل وتابعت قائلة أنا أعمل منذ عامين تلقينا تدريبا على إزالة الألغام لمدة شهر كما تلقينا تدريبات عالية الخطورة أيضا وبالطبع تلقينا التدريب الطبي حتى إذ ما حدث أي طارئ في حقل الألغام يكون بمقدورنا جميعا مساعدة أصدقائنا وتقديم العون والمساعدة الطبية لهم إنه لأمر صعب جدا بالنسبة لشخص لم يتلقى التدريب نحن سعداء جدا بعملنا ياسمين سليمان ياسمين سليمان 22 عاما من مقاطعة قامشلو وتعمل في مجال الألغام منذ ثلاثة أعوام وهي حاليا عضو في فريق إزالة الألغام في المنظمة هكذا تحدثت ياسمين عن عملها قبل انضمامي إلى هذه المنظمة عملت لمدة ثلاث سنوات في مجال الألغام تلقينا الكثير من التدريبات منها العملية وتحديد مناطق الخطر كنا نقوم بالتجارب ونقدم الأشخاص الذين يقومون بإزالة الألغام ونحدد لهم مكان تواجد اللغم نحن الآن نعمل في هذه المنظمة منذ شهرين تلقيت التدريب والآن أقوم بإزالة الألغام بنفسي وأفضل شيء في هذه المنظمة أنهم لا يميزون بين المرأة والرجل ميديا أسلان داقوري البالغة من العمر 24 عاما من قرية الرشيدية التابعة لمنطقة تل تمر تقول ميديا التي تعيش الآن في مدينة الحسكة وتعمل منذ عامين في إزالة الألغام نعم حياتنا في خطر لكننا تعودنا عملنا عمل إنساني نزيل بقايا مخلفات داعش وفي المقابل نتخذ التدابير لحماية أنفسنا ترجمة نانسي قنقر